بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أحباب الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا مباركا على أمة التوحيد في كل مكان من أرض الله إنه ولي ذلك والقادر عليه حلقتنا إن شاء الله تبارك وتعالى إنما هي لعلكم تتقون بهذا العنوان الطيب ولا شك أن التقوى هي الثمرة المرجوة من وراء هذه الفريضة التي افترضها الله على أمة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه فإن هذا الدين الحنيفة أيها الإخوة وأيات والأخوات لا يحرص كل الحرص على أن يتحلى كل مسلم وكل مسلمة بهذه الثمرة المباركة بثمرة التقوى بمنزلة التقوى بمنزلة التقوى ولا شك أنها يعني أعظم المنازل أعظم المنازل وأعلى المراتب على الإطلاق إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الكرامة المباركة لا تكون إلا لأهل التقوى وأصحاب التقوى هذه التقوى هي المقصود الأعظم من كل ما في هذا الدين من كل ما في هذا الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق ومن تشريعات وتكاليف ومن أعمال صالحة على الإطلاق إنما التقوى تؤكد على أنها الثمرة المرجوة من كل تكاليف هذا الدين ولعل الله تبارك وتعالى قد أشار إلى هذا المعنى المبارك في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بأن أهل التقوى وأن أهل الصدق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هم الذين قاموا بكل هذه التكاليف ووصلتهم تلك الشرائع والأحكام بداية من العقيدة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكذلك من التكاليف الربانية الأخرى من العبادات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك من الأخلاقيات المباركة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس كل هذه التشريعات التي كانت جماعا للخير كله فالبر هو جماع الخير ولذلك وصل هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى إلى التقوى لله تبارك وتعالى لذلك الثمرة المرجوة يؤكدها الله عز وجل في هذه الآية ويؤكدها تبارك وتعالى كذلك في موضع آخر يا أيها الناس عبضوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون كأن عبادتنا لله سبحانه وتعالى توصلنا إلى تقوى وهذا ما أخبرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك كانت وصية التقوى هي أم الوصاية كانت التقوى أم الوصاية على الإطلاق تندرج تحتها كل الوصاية الإسلامية المباركة وصاية العقيدة من أول التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى إلى إماطة الأذى عن الطريق كلها تندرج تحت أم الوصاية وهذه الوصاية كلها تابعة لوصية الأم وهي تقوى الله عز وجل ولذلك الإيمان بضع وسبعون شعبة حديث النبي الأكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو قال بضع وستون أعلاها قول لا إله إلا الله التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فمن التوحيد إلى أدنى رطبة وهي إماطة الأذى عن الطريق وما بينهما تندرج تحت التقوى لله ولذلك لما جاء رجل كما يقول أنس بن مالي رضي الله عنه جاء نجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني يعني أنا مسافر أوصني يعني بما أتزول فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين له هذا الأمر قال أوصيق بالتقوى أو عليك بتقوى الله عليك بتقوى الله ثم قال له زدني يا رسول الله هذا الرجل فقال له غفر الله لك ذنبك ثم قال له زدني يا رسول الله للمرة الثالثة فقال ويسر الله لك الخير حيث ما كنت ويسر الله لك الخير حيث ما كنت الأولى رزقك الله التقوى أي دع الله محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يرزقه الله التقوى وهي أعظم على الإطلاق من كل شيء ولذلك يوصل إليها يوصل إليها اجتناب المحظورات والمنهيات وفعل المأمورات والتكاليف الربانية يوصل إليها أن يجعل المؤمن نفسه مراقبا لله في قاقواله وفي أفعاله وخاصة ونحن نصوم هذه الفريضة ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى فنحن في هذه المنحة الربانية في هذه المنحة الإلهية وهي منحة الصيام يقول الله في شأنها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فكأن هذه الفريضة المباركة توصلنا إلى تقواه وإلى الخشية منه لأن هذه التقواه إنما تحصل في قلب المؤمن وتنتج في قلب المؤمن رقابة من قلب المؤمن على أقواله وأفعاله وسائر أنشطته في الحياة كذلك إنها تجعل في قلب المؤمن حاسة قوية يعرف بها مداخل الشيطان إلى قلبه فيسد هذه المنافذ بفضل الله تبارك وتعالى ولذلك كانت تقوى الله تبارك وتعالى تكسر حدتها شهوتين كبيرتين في نفس الإنسان لذلك كان الصيام كذلك الصيام يكسر حدة الشهوة شهوتي البطن والفرج على السواء بفضل الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم ولذلك نتوصل إلى التقوى وإلى رقابة الله تبارك وتعالى على خلقه حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي فيقول عليك بالتقوى يقول لأبي ذر ويقول لأبي سعيد الخدري عليك بالتقوى فإنها جماع الأمر كله صلى الله وسلم وبارك عليه ويقول لأبي ذر ولمعاذ بن جبل يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هكذا نرزق هذه الثمرة المرجوة من وراء هذه الفريضة حين نصومها إيمانا واحتسابا إيمانا بالله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى ليكون هذا الأمر خالصا لوجهه الكريم نصل بذلك بفضل الله تبارك وتعالى إلى تقوى الله والخشية منه والرقابة أن نراقب الله في كل شأن من شؤون حياتنا فننجو بفضل الله تبارك وتعالى في الضارين بل وننال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة على الإطلاق وننال الكرامة من ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يتقبل منا صالح القول والعمل وأسأل الله أن يجعل هذه المملكة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته